وفي مستهل هذا الاجتماع تتبع مجلس الحكومة عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والسيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفي بداية هذا العرض تطرق السيد الوزير لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج تحضير عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض بتنسيق مع المهنيين كما أكد السيد الوزير أن العرض يفوق بكثير الطلب وأن عملية ترقيم الأغنام والمعز تعرف تطورا مطردا وفيما يتعلق بالجانب الصحي أكد السيد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة بفعل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوات البيطرية إلى المستعملة إلى غاية 31 ماي 2024 ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف لجأت الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب اشتركوا في القناة